الملك السعودي الكريم الذي عمل جاهداً لجعل المملكة السعودية أكثر حداثة مهد سبيلاً وأتاح فرصاً للنساء السعوديات فكان محامي المرأة القوي والحداثي الماهر حيث عد الشباب نصف الشعب السعودي وخافظ للشعب والدولة النظام الملكي القوي في السعودية أهلاً بكم وليلة مع الملك عبد الله بن عبد العزيز لم تخلص صحيفة أجنبية من صورة للملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز مرافقة لمقال يتحدث عن هذه الشخصية العربية والإسلامية والدولية والتي تركت بصمات فريدة على ملفات دولية عدة كان عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل بن تركي آل سعود من مواليد ألف وتسعمائة وأربعة وعشرين ميلادياً ووالده هو الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود موحد ومؤسس الدولة السعودية الثالثة أما أقاربه فمن رؤساء عشائر شمر فجده لوالدته هو العاص بن كليب بن حمدان بن شريم فارس نجيب من فرسان العرب وأحد شيوخ عبدة من قبائل شمر وخاله مطني بن العاص بن شريم نشأ الملك عبد الله في كنف والده الملك عبد العزيز آل سعود ونهل واستفاد من خلال ملازماته لوالده التمرس في مجالات الحكم والسياسة والإدارة والقيادة طلق كذلك تعليمه على يد عدد من المعلمين واكتسب بهم معرفه من مطالعته الواسعة في مجالات متعددة من المعرفة والثقافة والحضارة وكانت بدايات تعليمه الرسمي في مدرسة قصر الحكم وهي المدرسة التي أنشأها الملك المؤسس عبد العزيز لتعليم أبنائه وضمت كوكبة من علماء الدين والأساتذة وفيها تعلموا القرآن الكريم والعلوم الشرعية واللغة العربية والخط والرياضيات وكان الملك المؤسس يتابع بنفسه تعليم أبنائه وتطورهم الدراسي ويوجه المعلمين لمضاعفة الجهد في تعليمهم كما كان يشجعهم على القراءة وحفظ القرآن والاستماع إلى معلمه من العلماء والأساتذة وكان من عادة الملك عبد العزيز أن يقيم حفلا كبيرا كلما أتم أحد أبنائه حفظ القرآن الكريم وكان حفل الملك عبد الله في عام 1935 ميلاديا واستمر لمدة ثلاثة أيام عرف عن الملك عبد الله بن عبد العزيز حبه للعدل والنزاهة بحسب ما تذكره المواقف التي جسدت تطبيقه للعدل والإنصاف وكما أخبرت عنه الكثير من الصحف العالمية عن المرؤة وإنكار الثات والعفو والتسامح والعطف على المحتاجين والفقراء كما عرف عنه تواضعه وتلمسه لحاجات الناس وعرف عنه أيضا محبته للعلم والعلماء وكان مهتما بالباحثين والمتميزين والمخترعين والمؤسسات العلمية والأكاديمية وأوردت الصحيفة شهادة الرئيس الأمريكي باراك أوباما حول الملك الراحل بقوله إنه كان شخصا صريحا ولديه الشجاعة للتعبير عن قناعته كما نقلت إعجاب أوباما برؤية الراحل وعلاقة الصداقة الحميمة التي جمعت بينهما تقلد الملك عبد الله مناصب رفيعة قبل توليه الحكم من ضمنها رئاسة الحرس الوطني إذ أصدر الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود مرسوما ملكيا في فبراير عام 1963 ميلاديا يقضي بتعيين الملك عبد الله وهو الأمير آنذاك أميرا للحرس الوطني وهو يعد أحد أفرع القوات المسلحة السعودية التي تأسست في عهد الملك المؤسس عبد العزيز من أبناء الرجال الذين ساندوه في مرحلة التأسيس وتوحيد وبناء المملكة وشاهد الحرس الوطني بعد رئاسة الملك عبد الله له انطلاقة كبرى في مسيرته منذ تولى الملك عبد الله قيادة الحرس الوطني عمل على تطويره لينتقل من مرحلة الألوية التي كان يتألف منها إلى منظومة حديثة متكاملة من هنا تشكلت فرقة فدائيين طورت فيما بعد إلى جهاز عسكري متكامل يمثل الأركان العامة للحرس إلى جانب ابتعاث عدد من العسكريين لاستكمال دراستهم العليا في المعاهد الخارجية كما تعاقدت قيادة الحرس الوطني مع خبراء لتطوير الجهاز العسكري والإداري ليتخذ صفة نظامية حديثة إضافة إلى تجهيز الحرس بأحدث الأسلحة والمعدات المناسبة وإلى جانب تولي الملك عبد الله حين كان أميرا رئاسة الحرس الوطني عين من قبل الملك خالد بن عبد العزيز آل سعود نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء عام 1975 ميلاديا بويع بعد ذلك الملك عبد الله بن عبد العزيز ملكا للمملكة العربية السعودية في السادس والعشرين من جمادي الآخر عام 1426 هجريا أي في الثاني من أغسطس عام 2005 ميلاديا وكان ذلك بعد وفاة أخيه الملك فهد بن عبد العزيز وبعد توليه الحكم أصدر الملك عبد الله مرسوما ملكيا بتعيين الأمير سلطان بن عبد العزيز وليا للعهد ونائبا لرئيس مجلس الوزراء إضافة إلى كونه وزيرا للدفاع والطيران ومفتشا عاما وبعد ست سنوات توفي الأمير سلطان في أكتوبر عام 2011 ميلاديا وكان ذلك بسبب مرض ألم به واختار الملك عبد الله الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية آنذاك وليا للعهد وبعد ثمانية أشهر من توليه المنصب توفي الأمير نايف وعلى إثر ذلك صدر قرار الملك عبد الله في يونيو عام 2012 ميلاديا بتعيين الأمير سلمان وليا للعهد إلى جانب توليه وزارة الدفاع والتي تولاها بعد وفاة أخيه الأمير سلطان وفي مارس عام 2014 ميلاديا أصدر الملك عبد الله أمرا ملكيا بتعيين الأمير ميجرن بن عبد العزيز وليا لولي العهد مع بقائه نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء يعد مشروع توسعة المسعى أحد المشروعات التي شهدها المسجد الحرام خلال حكم الملك عبد الله وحقق إنجاز هذه المنشأة أهدافا منها زيادة الطاقة الاستيعابية للمسعى وتسهيل تنقل المعتمرين داخل مرافقه إضافة إلى ضمان أمنهم وسلامتهم أثناء الحركة وتوفير مسارات خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن كما انطلق مشروع قطار المشاعر المقدسة الذي يربط بين مكة المكرمة بالمشاعر المقدسة مثل عرفات ومزدلفة وبلغت تكلفته ستة مليارات وسبعمائة مليون ريال أحب الملك عبد الله الشباب ورأى أن تسهيل مشروعاتهم هو تسهيل وأعمار للدولة كلها فاهتم الملك عبد الله بإيجاد حلول للبطالة في المجتمع السعودي وذلك بدعم البنك السعودي للتسليف والادخار سابقا وهو بنك التنمية الاجتماعية حاليا وتمكينه من تلبية طلبات القروض الاجتماعية وتمويل ورعاية المنشآت الصغيرة والناشئة وانطلاقا من أهمية توفير السكن للمواطنين وجه الملك عبد الله بدعم ميزانية الهيئة العامة للإسكان التي تحولت فيما بعد إلى وزارة الإسكان بمبلغ 15 مليار ريال وقام بتثبيت بدل غلاء المعيشة بمقدار 15% ضمن الراتب الأساسي للمواطنين واعتماد الحد الأدنى لرواتب فئات العاملين في الدولة كافة من السعودية ب3000 ريال شهريا وأيضا تطور القطاع الصحي في المملكة في عهد الملك عبد الله وتوسعت الخدمات الصحية وهذا ما أكد عليه عندما قال عندما يتعلق الأمر بصحة الناس فلا يوجد شيء غالي الثمن كما حسن النظام الصحي السعودي الذي تفرع منه مجلس الخدمات الصحية ونظام التأمين الصحي التعاوني لتقديم خدمات صحية عالية المستوى والجودة للمواطنين والمقيم في المملكة وكذلك التأكيد على أحقياتها المطلقة بالعلاج في أي مرفق صحي داخل المملكة دون قيود أو شروط وعلى مستوى اهتمام الملك عبد الله بتعليم المرأة السعودية وتثقيفها كان قرار إنشاء الجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن جامعة خاصة للبنات من أوائر القرارات حين تولى الملك ويعد مشروع الجامعة من أضخم المشروعات الجامعية على مستوى الشرق الأوسط بمساحة تقدر بثمانية ملايين أما صحيفة تشاين ديلي فقد عدت الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز ملكا مجددا وحداثيا في مقال لها وقالت إنه أنجز إصلاحات تدريجية لكنها هامة بما في ذلك منح المزيد من الفرص للنساء وكذلك تم إنشاء مؤسسة عبد الله الإنسانية من أجل استمرار نبع الخير والعطاء عبر مشروعات متعددة المجالات حيث تشرف عليها المؤسسة في حياته وحتى بعد مماته توفي الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود في الساعة الواحدة من صباح الجمعة في الثالث من ربيع الآخر عام 1430 هجريا أي في الثالث والعشرين من يناير عام 2015 ميلاديا ودفن في مقبرة العود بالرياض وتولى الحكم بعده ولي عهده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وتحت عنوان في قبر بسيط مغطى بالحصى رقد أحد أقوى رجال العالم قالت صحيفة الديلي تريغراف البريطانية إن الملك الراحل قد يكون واحدا من أغنى وأقوى الشخصيات العالمية غير أنه رقد في قبر بسيط من الحصى في تقليد ينأى عن التكلف كان الملك عبد الله بن عبد العزيز رجلا مقداما شجاعا ذا رأي صائب وحجة واضحة وكان صاحب مشروعات عامرة ازدارت المملكة العربية السعودية في عهده حتى كتبت عنه كل الصحف الأجنبية تدوينا لإنجازاته واحتفاء بتفكيره العظيم محليا وعالميا انتظرونا في المزيد من ليالي من التاريخ ترجمة نانسي قنقر